السلام عليكم دراري جبت لكم تصريحات الكاملة دي المدرب خلوزيتش اللي قال هاليوم بعد إعلان دياله اللائحة والقائمة وجه رسالة الجمهار المغربية وأيضا شنوق لحاكيم زياش ونصير زراوي نبدو بالتفاصيل بعد إعلان دياله للقائمة لدي تلعب ماش ديالكونغو الالي وروتور ماش الأول يتلعب في الكونغو نار 25 والروتور اللي تلعب نار 27 ماريس بحيث قال المؤتمر هاد الكلمة نعم سنلعب مواجهتين غير تقليديتين بالمرة وهذا النوع من المباريات يحسم بالتفاصيل الصغيرة وللفريق الأكثر تركيزا ومن بين التفاصيل أرضية الملعب ذات العشب الاصطناعي والتي ستطلب منا اللعب بأحدية من نوعين خاص إضافة للحرارة والجمهور وغيرها لقد درسنا المنافس وتعرفنا على العديد من الجوانب والأمور التي تميزه وكذا نقاط ضعفه ونحن جايزين له وعلى الزياش أم زراوي لرفضه الدعوة دياله قال لقد تكلمت مع الرئيس اتحاد الكورة مطولا في هذا الموضوع وقد استهلكنا الكثير ونحن نخضو فيه الأمور حسيمت وجهنا لهما الدعوة لم يحضرها ولن أقول المزيد ولن أخوض فيما يفهيما الآن التركيز هو على الحاضرين معنا ودعمهم واجب علينا باقي الأمور الأخرى من شأنها أن تنالها من تركيزنا ومن معنويات باقي اللاعبين يعني مريق الصلاحة نجبت الصداع وتسخر اللور بحيث بغي يتبت الجمهور المغربية زي عمارة صداعيتهم مبغاوش يجيوه ومهدرش معاهم التفتصال بحيث أنه ساعا بلقش عباش يستدعيهم وبنسبة للرسالة دياله جمهور المغربي اسمهم زياش نقال في مباراة الاياب لتلعب في المغرب عبر هذا المؤتمر أتوجه إلى 30 مليون مغربي أو أكثر وأطالبهم بدعمنا أقول لهم أتقبلوا انتقاداتهم وملاحظاتهم لكننا ننتظرهم يوم المباراة بملعب محمد الخامس وننتظروا دعمهم ليكونوا الحافظة والدافع الذي سيحملونا صابق مونديال قطر هذه الدرامة تحتاج بزاك كلمة الجمهورة دائما حاضر خاصة لك تلعب في الماتفكازة أوف دونور اللي بميلي تكونوا حاضرين فيك نحس بوحد ثيقة ووحد الراحة وخاصة الجمهور اللي كيخلع المنافس وان شاء الله كتمنى ونتأهلوا لمونديال وان شاء الله هذا مكان أشبه لكم كلمة دير